خسائر كبيرة يتكبدها فلحوا ديالا بالآبار التي يحفرونها من أجل إنقاذ أراضيهم من الجفاف حيث غالبا ما تكون مالحة وغير صالحة للاستخدام والله هي مياها الآبار يعني من الوزع مي ماكو أنطار قليلة واستخدمنا لبيار يعني مي ماكو حتى نزرع عليها غير نستفاد ومياها الآبار يعني مو ناجح مية بالمية للزراعة فإحنا يعني حفرنا على تغنب عليك يا الله أنظوق عظوق يعني إحنا الآبار مالتنا كلها مالحة هنا يعني البيرت حفرة مالح وإضافة فوق الفلاحة حتى ما يشرب من عنده من هذه الآبار المالحة يعني حتى نشرب لا يكون مية تصفية بالمنطقة لا صاحب لها تصفية يعني مجبور أنت مضطرج تأخذ أكو تصفية هنا تشتري شراية بفلوس وفقم أزمة الآبار المالحة تحذيرات من استخدام مياه هذه الآبار دون إجراء الفحوصات المخبرية اللازمة للتأكد من صلاحيتها للاستخدام البشري الملوثات الطبيعية الموجودة على سطل العرض ممكن أن تنزل المياه الجوفية من خلال مياه العمطار أو المياه السطحية كل هذه ممكن أن تشكل بيئة غير آمنة لاستخدام مياه الآبار سواء أنه في الزراعة أو في سقي المحصولات الزراعية وكذلك كمياه شرب للبشر وفي وقت تقطعت به السبل أمام الفلاحين الساعين لحماية أراضيهم من الجفاف ترى مديرية الزراعة في ديالا أن الحفرة العشوائية لهذه الآبار دون اللجوء للمديرية سبب رئيس وراء ملوحتها بعض الفلاحين اللي هم في المناطق المروية اللي بدأوا يحفرون الآبار بطريقة عشوائية بطريقة غير نظامية بدون موافقات رسمية من دارة الآبار لأن دارة الآبار هي داخلات جيولوجية محددة المناطق اللي بيها مياه جوفية أو سطحية صالحة للزراعة وتسبب انخفاض تدفق المياه من إيران بأزمة ماء شديدة في حوض نهر ديالا الذي انخفضت مناسبه بنسبة 75% فقمها قلة في الأمطار وملوحة شديدة في الأهبار ترجمة نانسي قنقر